هذا واستقبل فخامة الرئيس مون جي إن رئيس جمهورية كوريا اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولدى وصول سمو ولي العهد بوابة القصر أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث رافق الموكبة مجموعة من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية أحتفالا بمقدم سموه بعد ذلك استقبل فخامة الرئيس الكوري سمو ولي العهد الذي رحب به في مستهل زيارته لكوريا ثم التقطت الصور التذكرية مع مجموعة من الأطفال بعد ذلك صحب فخامة الرئيس الكوري سمو ولي العهد إلى المنصة الرئيسة حيث عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكوري ثم استعرض حرس الشرف وعقب ذلك صفح سمو ولي العهد كبار المسؤولين الكوريين كما صفح فخامة الرئيس الكوري أصحاب سمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمية بعد ذلك وقع سمو ولي العهد في سجل الزيارات قائلا سعيد بوجود في كوريا الجنوبية لتنمية العلاقات العريقة ثم التقطت الصور التذكرية للرئيس الكوري وسمو ولي العهد